موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الشريعة والحياة يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراب منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة ويقول عز وجل أيضا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من مطيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض فالاكتساب أمر تعلق به بقاء نظام العالم كما يقول الإمام محمد بن الحسن الشيباني لأن الكسبة أحد أسس التمدن وانتظام معاش الناس وبناء الحرف والصنائع ولو تركت هذه كلها لبطلت المعايش وهلك أكثر الخلق فانتظام أمر الكل بتعاون الكل كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله وبما أن الدنيا مزرعة الآخرة فطيب الكسب يحقق السلامة في الآخرة لأن المال أحد الأسئلة الكبرى التي يسأل عنها العبد يوم القيامة من أين اكتسبه وفيما أنفقه فما معيار الكسب الحلال وما علاقة الكسب بالتمدن وكيف تتحدد وجوه الإنفاق دون إصراف ولا تبذير الكسب نظام العالم موضوع حلقة اليوم من برنامج الشريعة والحياة مع فضلة شيخنا العلمة الدكتور يوسف القرضوي مرحبا بكم سيدي مرحبا بك يا أخوة قبل الدخول إلى محاور الحلقة يبدو أن لكم كلمة فضلة الدكتور تفضلوا بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه قبل أن ندخل في الموضوع لكلمة لا بد منها في هذا المقام تتعلق بموقف الغرب من الإسلام وسبب هذا ما قرأته أن المستشارة الإلمانية ميركل منحت الرسام الداني ماركي صاحب الرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام منحته جائزة أو وساما أو شيء من هذا تكريما له على ما بذله من رسوم من حرية التعبير يعني والعديب أن يمر هذا الخبر دون أن يعلق عليه أحد أو يبرز حتى إبرازا لولا أن قرأته في مقال إحدى الأخوات القاطريات لخطفة ما السويدي ما عرفت هذا الأمر يعني الرجل ليس ألمانيا يعني وليس حديث من هذه الأيام ولا مر وعمل ضجة في العالم فكأن هذه المرأة تتحدى العالم الإسلامي وتضرب به عرض الحائط ثم تستقبل في بلاد العرب وبلاد المسلمين كأنها فاتحة وكأنها عبقرية من العبقريات ولا شيء يعني فهذا في الحقيقة ما ننكره أشد الإنكار نحن أنكرنا على المسلمين الذين قاموا بأعمال يعني لا يقبلها الإسلام ضد الغرب تناولت مدنيين وتناول البراء أنكرنا هذا ولكن هذه الأعمال هي التي تنشئ مثل هذه الأعمال الأعمال العنف هذه من أين تنشأ تنشأ من مثل هذه التصرفات فأنا أنكر هذا الأمر بشدة وأنكر السكوت عليه لأن هذا نوع من التواطئ ومن التعاون على الإثم والعدوان وأرى أنه لابد من الاحتجاد الشديد على هذا الأمر من حكامنا ومن المؤسسات ومن الهيئات من مؤسسة المؤتمر الإسلامي ومن جامعة العربية ومن المؤسسات الكبرى الجامعات مثل الأزهر مثل ربط العالم الإسلامي يعني وهذه الأشياء يعني يجب أن تنكر هذا الأمر فهذا من حقنا نحن نسلم بل من واجبنا أن ننكر مثل هذا المنكر الشديد الإنكار فضي الدكتور بالعودة إلى موضوع البرنامج الفقهاء جعلوا الكسب والاكتساب فريضة شرعية بداية فضي الدكتور ما وجه فرضية الكسب وعني هل توضحون لنا العلاقة علاقة الدين بالكسب والاكتساب والمعاشر أولا يعني هو الأصل في الاكتساب حقيقة إنه من المباحات ولكن هو واجب من ناحية أخرى والأصل في الأفراد بيكتسبوا الأصل إن الإسلام شرع لهم الكسب هو أمر مشروع إنما فرضية ليست لكل الناس من يحتاج إلى الكسب يجب عليه أن يسعى ولا يتكفف الناس ولا يسأل الناس مدام عنده قدرة الأصل إن القادر على العمل يجب أن يعني يبحث عن رزقه بعمله الكسب هو طلب المعاش العمل الإنسان لدنياه لاكتساب الرزق وذلك أن الله تعالى خلق الإنسان يعني له حاجات ومطالب يأكل ويشرب ويلبس كما كان هذه الأشياء موجودة في الجنة بلا تعب إن لك ألا تجوع فيها ربنا قل لآدم إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فحاجاتك من الأكل والشرب واللبس والمسكن لا تضحى يعني لا تتعرض للشمس يعني مش محتاج إلى هذا هذه الأشياء لم تعد موجودة في الأرض ولذلك قال لا يخرجنكما من الجنة فتشقى الشقاء في السعي والكدح وكد اليمين وعرق الجبين ومن هنا لما أنكر الناس على الرسل والأنبياء أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وأنكروا على المشركون من قريش والعرب على محمد هذا الأمر قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وقال وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ربنا ما خلقش البشر ناس تستغل عن الطعام ناس للملائكة ومن هنا حينما خلق الله هذه الأرض بارك فيها وقدر فيها أقواتها وجعل فيها المعايش قبل أن يخلق آدم تأقد ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسددن فقبل خلق آدم هيأ الله له المعيشة وهيأ الله الأرزاق وبارك فيها في هذه الأرض إلا أن سنة الله أن هذه الأرزاق لا تنال إلا بالسعر كما قال سيدنا عمر يعني لا يقعد أن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تنطر ذهبا ولا فضة بل لابد من السعر وأساس هذا قول الله تعالى هو الذي دعا لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فنشر هذا أمر أفضل من استدلال الإمام محمد بن الحسن بقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغم فضله لأنه ممكن أن يقال هذا أمر بعد الحظر لأنه قالوا وذروا البيع وبعدين فالأمر بعد الحظر يعني يفيد الإباحة فإنما هذه الآية الخاطبة للجميع ابتداء فامشوا في مناكبها تمسوا الرزق في خبايا الأرض بالزراعة بالصناعة بالاحتراف وكلوا من رزقه فرزق الله موجود فمن هنا الأصل في هذا الأمر كمان قل الإمام الشاطبي له قاعدة أن فيه أشياء قد تكون مباحا بالجزء واجبا بالكل فالسعي على المعاش هو مباح بالجزء حسب حادث الناس ولكنه واجب كليا على الجميع أن يسعى يعني السعي مطلوب لإغناء النفس حتى لا تتكف في الناس لإغناء الأسرة كما وجدنا البنتين ابنتي الشيخ وأبونا شيخ كبير ما يعني بيا رعي هذا الجنب لأن الأسرة محتاجة إلى هذا قد يحتاج إلى ذلك المجتمع لأن المجتمع يجب أن يكون مجتمعا قويا غنيا قصوص المجتمع المسلم لعمارة الأرض وإنشاءكم الأرض العمل مطلوب لعمارة الأرض العمل مطلوب لذاته حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قامت الساعة إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة يعني نخلة صغيرة المصريين بقولوا عليها شكلة يعني في نخلة صغيرة يريد أن يغرسها فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها أن الساعة ما تقوم شي إلا ما يغرس يغرسها طيب يغرسها ليه يعني من الله سينتفع بها لهو ولا هذه الساعة تقوم لماذا يغرسها ولن يستفيد من غرسها أحد هذا إشارة إلى أن المسلم يظل عاملا منتجا معطاء يعطي الحياة إلى أن تلفظ آخر أنفاسها لأن العمل نفسه عبادة فهو يتعبد لله إلى آخر رمق في حياته حتى لو كان الإنسان يملك ثروة كبيرة من المال هل يجب عليه العمل هنا؟ العمل يراقب هذه الثروة يعني لو عنده مال ليه الإسلام حرم الربا؟ أنا أقول لك طيب أنا عندي مليون أديه يعني بعشرة في المية يجب لمئة ألف وأنا قاعد لا لا لازم تشغل هذا العمل إما بنفسك إما وتشارك أحد مشاركة أو مضاربة أو شيء من هذا بحيث يجب عليك أنك تتابع الأمر المال لا يلد المال وحده بدون مشاركة ولا مخطرة هذا مرفوض في الإسلام دائما كان هناك حديث مولانا عن ربط الكسب بالتمدن ما وجه العلاقة بينهما؟ أقول لك لأن الكسب لعمارة الأرض نحن نقول لإغناء المجتمع لعمارة الأرض لإحياء الحياة من أحيى أرضاً ميتة فهي له هذا كله الزراعة والصناعة وأذي الأشياء كلها من شأنها أنها تقيم التمدن فالعمل في مجموع حينما ينتظم لأن المفروض العمل في المجتمع المسلم نازم يتكامل مش الناس كلها تشتغل في الزراعة وتسيب الصناعة أو الناس كلها تشتغل في التجارة وتسيب الحرة لابد أن يتوزع المكاسب كلها على المجتمع بالقسطس المستقيم وهنا يكون دور الموجهين ودور أولي الأمر في الأمة من الحكام ومن العلماء ومن أهل الرأي والتوجيه بحيث الأشياء لا يطغى بعضها على بعض بحيث تبقى ثجورات لا فيها ليس فيها شيء ما فيه أي حاجة ثجورات عليها الزحام فهذا هو أساس التمدن الحقيقي ليس هناك تمدن بالبطالة إنما التمدن يأتي بالعمل وبإحسان العمل لأن الإسلام ليس فصل أمرنا بالعمل لا أمرنا أن نحسن العمل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء معنى كتب يعني فرض فرضية موثقة زيما قال قتب عليكم الصيام كتب عليكم القصاص من قتل يعني فرضه فرضية موثقة مكتوبة مؤكدة فالإحسان فريضة الإسلامية لازم تعمل العمل وتتقنه إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه ولذلك لماذا نحن لم ندخل ميدان الصناعة وننافس العالم لأننا لم نتعود إحسان العمل ما الشيء ما الشيء يعني وأن الصناعة لابد خصوصا اللمسات الأخيرة في العمل يطلع مظبوط إذا تريد أن تنافس العالم في الصناعات وهذه الأشياء لابد أن تعود الأمة إحسان العمل وإتقان العمل هناك بعض المفاهيم المشكلة في أفهام بعض الناس أن الكسبة ربما يناقض مسألة التوكل على الله عز وجل كيف يمكن توضيح هذه المسألة هذا هو هناك أمران مما يعني يجري عند بعض المتصوفة والسالكين هو موضوع الزهد وموضوع التوكل فالناس الزهد مش محتاجين إلى الدنيا وإلى كذا بحسبك أنك تاكل لؤمة والتانية وخلاص ولكن الإسلام كما قلنا مش يريد إنقامة فرد فقط يريد الفرد الصالح والأسرة الصالحة والمجتمع الصالح والأمة الصالحة والدولة الصالحة والصلاح هذا مش الصلاح التسبيح كما أجاء أن الأرض يريثها عبادية الصالحون من هم الصالحون الصالحون لإقامة المجتمعات الفاضلة لإقامة الأمة الصالحة في الأرض وهذه تحتاج إلى قوة قوة اقتصادية وقوة علمية وقوة تكنولوجية هذا لا لابد من هذا فإذا أردنا أن نقيم حياة لابد أن نراعي هذه الأمور كلها العلم والعمل والتكامل في الأمور حتى نقيم حياة طيبة تليق بالإنسان المؤمن الله تعالى يجعل الحياة الطيبة جزاء للإنسان المؤمن من عمل صالحا من ذاك وأنث ومؤمن فلنحينه حياة طيبة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء إنما الناس مش فهمة فهمة الإيمان والتقوى يعني على غير الإيمان والتقوى إنك تعمل حسب سنن الله لا تهمل سنن الله وتنتظر إنك تجيب نتيجة وأنت لم تجد من جد وجد ومن زرع حصد إنما لا تزرع وتريد أن تحصد وأن تنافس الزارعين هيهات هيهات فضي الدكتور يعني انطلاقا من هنا هل يمكن الحديث اليوم عن فقه للكسب والاكتساب طبعا فيه فقه الكسب وفقه المعاش والمسلمين يعني أفاضوا يعني فيه في كتب الفقه وفي كتب خاصة مثل كتاب يعني الإمام محمد بن الحسن الشيبان صاحب أبي حنيفة وكتاب صغير كده ولكن شرحوا الإمام السرخصي صاحب المبسوط ووسع فيه وجاء هناك أناس يعني ألفوا كتبا ومنها الرجل الألف كتاب البركة في السعي والحركة وغيرها من الكتب وإن كان كثير من هذه الكتب يغلب عليها كثرة الأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة وما لا أصل له يعني ولكن عندنا من القرآن الكريم من محكمات القرآن ومن صحاح السنة ما يغنينا عن هذه الأبطيط ف أريد أن أقول تكملة لمسألة التوكل التوكل ليس هو ترك العمل التوكل في القلب إنما لا ينافي التوكل إنك تأخذ بالأسباب خذ بالأسباب وترك النتائج إلى رب الأرباب ابذر الحب واردوا الثمارة من الرب بعضهم يستدل بالتوكل بالحديث الشريف لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدوا خماصا وتروحوا بطانا لإمام أحمد رد على اللي بيستدلوا بالحديث قال له الحديث يشير إلى التسبب لأنك تغدوا خماصا يعني ربنا لما يضمن لها إنها ترجع بطانا يعني شبعانة إلا بعد أن تغدوا تغدوا أن يتحرك وأتعمل فليس وقول نفس السلم حينما سأله الأعرابي يا رسول الله أرسل ناقتي أم أربطها وأعقلها قال له أعقلها أو قيدها وتوكل أتركها وأتوكل أم لا أربطها وأعقل قال له أربطها بالعقال بالحبل وتوكل فهذا توكل مطلوب ومما يذكره رجال التصوف وأهل الرقائق قصة لطيفة يعني قرأتها عن إبراهيم بن أدهم وصديقه شقيق البلخ كلاهما من رجال الزهد والسلوك شقيق البلخ ودع إبراهيم بن أدهم وذهب في رحلة للتجارة ولم يلبث إلا أياما ثم عاد وبعدين ودده إبراهيم بن أدهم قال له ماذا عدل بعودتك بجأت سريعا ليه قال له رأيت عجبا قال له ماذا رأيت قال له والله دخلت يعني مكان مهجور كده خربة فوجدت فيها طائرا كشيحا أعمى فعجبت كيف يعيش هذا الطائر له بيقدر يتحرك ولا بيشوف فبعد مدة جاء طائر آخر قايب له الأكل ويدي له الأكل ويجيب له المية يسئيه يعني من فمه وبعد كم ساعة قابله تاني فبيقول أنا الله الذي رزق هذا الطائر الكسيح قادر على أن يرزقني وارقعت فقال له يا شقيق ولماذا رضيت لنفسك أن تكون الطائر الأعمى الكسيح الذي يطعمه طائر آخر لماذا لا تكون الطائر البصير الذي يملك جنحين ويطير بهم ويطعم الطيور الضعيفة الأخرى أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلة فهنا أقبل شقيق وعانقه وقال له أنت أستاذنا يا أبا إسحاق ورجعتني إلى فهذا ليس التوكل هو ترك الأخذ بالأسباب إطلاقا بل السيدنا عمر يقول لما شف جماعة في المسجد وإنه نحن متوكل لهم لستم متوكلين أنتم متأكلون لا متوكلون المتوكل من زرع حبه من ألقى حبه في الأرض وتوكل على الله هو بيعم يحط تقول ربنا هو يتابع الحب طبعا يسقيها وتعهدها حتى تثمر سيدي طالما نتحدث عن فقه الكسب والاكتساب ما الذي يجب على المسلم جوبا عينيا تعلمه من فقه المعاملات والمكاسب أسمع الإجابة إن شاء الله بعد وقفة قصيرة فابقوا معنا مشاهدين الكرام نعود إليكم بإذن الله بعد الفاصل أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد الحلقة هذا الأسبوع من برنامج الشريعة والحياة والتي نتناول فيها الكسب نظام العالم مع فضلة شيخنا العلمة دكتور يوسف القرباوي فضلة الدكتور الذي يتعامل الآن في موضوع الكسب يحتاج إلى فقه في هذه المعاملات وهذه المكاسب ما هو الضروري الواجب تعلمه في هذا المجال على المسلم شوف هناك شوف هناك يعني فقه لكل حرفة يعني المطلوب من الزارع غير المطلوب من الصانع غير المطلوب من التاجر وكل حرفة لها يعني إذا كان بيزرع لازم يعرف إيه المحرم من الزرعات لا يزرع الحشيش أو الأفيون أو شيء مما يضر الناس بل المفروض يبحث عن الأشياء التي يحتاج إليها الناس يعني حتى لو كان الناس محتاجين إلى القمح وراحوا ويزرع يعني أشياء ترفيهية والناس محتاجة إلى القوت مطلوب منك الواجب عليك أنك توفر القوت للناس يعني إذا كنت يعني صانع يبحث لازم تعرف صنعتك ماذا يحرم فيها وماذا يحل لا يجوز لك أن تصنع الخمر مثلا أو المخدرات لا يجوز لك أن تصنع الأصنام أو التماثيل المحرمة لا يجوز لك أن تربي الخنازير واتبعها للمسلمين لا يجوز لازم تعرف فيها حرفتك هذه أو في مهنتك ماذا يحرم فيها حتى يعني التجارة تجارة أيضا لها محرمة حتى كان سيدنا عمر يقول لا يجوز أن يدخل سوقنا من لم يتفقه في ديننا إذا دخلت السوق 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 له فقه فيه معاملات محرمة يعني الاحتكار الربا الغش النجش الأهم الشخص أنك عايز تشتري وأنت مش هتشتري ولا يعني فيه أشياء كثيرة من المحرمات الاحتكار يعني لا يحتكروا إلا خاطئ كما في صريح مسلم يعني إلا آثم كما قال الله عن فرعون وهامان إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين أي كانوا آثمين لازم تعرف إيه المحرم إذا كنت تشتغل في الصيرفة لازم تعرف في فقه الصرف في التجارة تعرف فقه البيوع يعني ما الذي يحل في البيوع وما الذي يحرم منها فيه مثلا بيعس مبيع الصرف بيعس مبيع السلم لازم تفقه فيما تحتاج إليه يعني ما تحتاج إليه يجب ولكن يجب يكون عندك يعني أوليات الفقه حتى تعرف يعني إذا كان ما عندك شيء يعني فكرة إنه إن الزكاة في من يملك النصاب بقى مش هتعرف إنت يعني تبحث عن فقه الزكاة لازم تعرف فلازم تعرف إيه النصاب في المال الذي تملكه عندك أنعام يبقى ما هو النصاب في الأنعام عندك حبوب ما هو ملك النصاب الحبوب عندك تجارة ما هو ملك النصاب لازم يكون عندك يعني فقه عام وبعدين تبحث عن الأشياء الذي تهمك في تجاراتك وربما ما تستطيعش تتصلي إلى كل شي في أشياء اسأل عنها إذا لم تجدها في كتب ميسرة لك اسأل عنها أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نأخذ بعض المشاركات سيد محمود شريف من فرنسا تفضل أخي الكريم بسؤالك بارك الله فيك أسئلة لشيخ نالقرضوي مفضلك يا أخي أحب أن نسألوا هل يجوز زكاة المال لبناء مسجد في فرنسا باريز يعني متكون على كل حال في معهد إسلامي للقراءة والتعليم لأنني لم أجد فقراء مارفين هنا والمسجد هذا عندما لم يتم بناءه اسمح لي أخ محمود حتى لا يأخذنا الوقت الأخ محمود فضيل الدكتور أجاب عن هذا السؤال في الحلقة الماضية إجابة وافية يمكنك أن تعود إليها الأخ إبراهيم عبدالله من السعودية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بخصوص موضوع كسب الفقراء والمعدمين نطالب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعداد قوائم لمشاريع مزارع سرعية متكاملة لفقراء مصر والسودان بالذات والكتابة رسبيا لمدير البنك الإسلام للتنمية في جدا لتمويلها بالكامل وعلى أن تبقى إدارة هذه المشاريع من بدايتها إنها تتحت مسؤولية وإشراف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وحتى تثمر ويجني فوائدها جميع الفقراء في مصر والسودان بالخصص وبدون تمييز بينهم والسلام عليكم شكرا جزيلا الأخ جمال دوار من مصر السلام عليكم أخ عثمان عليكم السلام تفضل بسؤالك شيخنا الجليل وعالمنا الفذ متعكم الله بالعافية ومتعنا بحياتك ونفعنا بعلمك اللهم أمين سؤال الأول فضيلة مولانا ما الفرق بين الكسب والرزق السؤال الثاني لماذا استعمل الله عز وجل في الآية الكريمة كلمة لا تأكله وكلمة تجارة تحديدا وهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليه فلعل بعضكم أن يكون ألحا بحجته من بعض فأخضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها تفسير لكلمة عن طراض منكم وتأرجو تصديد الضوء على رزق المعنويات أو رزق القيام وبارك الله فيكم شكرا جزيلا فضيل الدكتور يعني الأخ جمال دوار طرح قضايا ربما ربما يعني تحتاج إلى حلقات نريد أن ندخل أكثر في يعني نلامس حياة الناس الأخ إبراهيم عبد الله طرح مشروع يعني يمكن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن يتبنى إنشاء مشاريع زراعية وغيرها ليستفيد منها المسلمون في مصر والسودان وغيرها والله هذا مشروع المفروض كل المؤسسات الإسلامية تتبنى مثل هذه المشاريع والمسلمون يعني عندهم إمكانات كبيرة وكثيرة ولكن للأسف لا يوظفونها ولا يستفيد منها ولا يتكاملون بعضهم مع بعض يعني ما نحفظ من يم أكون يعني تلاميذ السودان غلت العالم العربي ويستطيع أن يغزي العالم العربي كله ولكن لماذا لم يستفد الناس من ملايين وعشرات ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة من الآن وبعضها تحتاج إلى إعداد لماذا لم يستفد الآن لم يحدث تعاون لم يحدث تكامل إن في بلد فيها رأس مال يجد أو بلد فيها فنيين وبلد فيها أيدي عاملة أو بلد تتجمع هذه وتستفيد لابد أن نستفيد مما في العالم الإسلامي من خيرات نستطيع أن نكون يعني الأمة الأولى في العالم لو استفدنا بعضنا من بعض ووظفنا ما عندنا ولكن للأسف كنا الأمة الأولى عدة قرون ثم أصبحنا يعني في ذيل القافلة ولا حول ولا قوة إلا بالله أريد أن أأخذ بعض المشاركات من في الأخ اللي بيقول الفرق بين الفرق بين الكسب والرزق نعم والكسب هو طلب الرزق يعني الآن مثلا ما تقول فمشوا في مناكبها هو ده الكسب وكلوا من رزقه فنحن نمشي لنأكل من الرزق فالكسب هو العمل لنصل إلى الرزق هناك عشرات الأسهلة على الإنترنت الأخت أم أيمن التونسية تقول هل يتحول معيار الكسب الحلال من بلد إلى آخر يعني من بلد إسلامي إلى آخر غربي ربما أم هي ضوابط عامة يتحتم علينا احترامها أينما كنا هو ضوابط عامة ولكن أيضا تختلف من بلد لبلد وحتى من فرد إلى آخر لأن فيه فرد نحكم له بحكم الضرورة أنه يجوز له هذا العمل وهو يحرم على غيره ولكن لأن هذا الشخص في حال الضرورة في نفسه أو في أهله ابنه مريض أو زوجته مريضة ويحتاج إلى أن يعمل عملية جراحية لابنه المريض أو لزوجته المريضة ولا يجد إلا أن يأخذ من البنك في هذه الحالة الضرورة إذ لم يجد طريقا آخر بأن يحلل هذا الفرد كذلك الأشخاص في البلاد الأقليات الإسلامية هؤلاء لهم فقه خاص ولذلك أنشئ المدلس الأوروبي للإفتاء لماذا أنشئ المدلس الأوروبي للإفتاء لأن المسلمين في أوروبا باعتبارهم أقليات لهم مشاكل أكثر من مشاكل غيرهم باعتبارهم يعيشون في مجتمع غير مسلم الذي يعيش في المجتمع المسلم مفروض المجتمع بيسعده على أن يحيا حياة إسلامية ولكن الفرد الذي يعيش في مجتمع غير مسلم يجد نفسه أحيانا مضطرا إلى أن يرتكب بعض الأشياء لا يجوز للمسلم في بلاد الإسلامية أن يرتكبها وأحيانا نوسر على هؤلاء الناس ما لا نستطيع أن نوسره في بلاد الإسلامية أبحنا لهم أن يعني يشتروا عن طريق البنك إذا إذا لم يستطع بطريقة أخرى أنه يشتري بيتا يسكنه لا بيتا يتاجر فيه بيتا يسكنه وعائلة عن طريق البنك الربع فهذا يعني الكلام يقول الأخت فعلا تختلف دار الإسلام عن غير دار الإسلام الإمام أبو حنيفة له وأبو محمد له ما كلام في هذا الأمر صالح أحمد يسأل هل هناك حدود للربح لمن يعمل بالتجارة أما أن نسبة الأرباح مفتوحة للربح نعم لا هو الربح تختلف باختلاف السلعة والأشياء يعني يعني واحد يتاجر في يبيع جرجير وطماطم وفجل وهذه الأشياء كل رأس ماله 3-4-5 جنيه يعني ده مش هتقدر تقول له إربح 10% ولا 20% ده ما كانش يربح 100% ولا 200% ما ما يستطعش أن يعيش إنما اللي بيبيع بالملايين وعشرات الملايين أصحاب المولات والمتاجر الضخمة هذه لابد أن يحدد الربح فيها حتى لا يستغل غفلة الناس ليبيع لهم يعني بأضعاف السعر المعقول النبي على الصلاة والسلام أعطر أحد الصحابة اسمه عروة البارقي دينار ليشتري له بها شاه فالرجل راح اشترى يعني شاه بنصف دينار وبعدين واحد اشتراها منه بدينار والمهم بعد شوية رجع للنبي على الصلاة والسلام ومعاهد دينار اللي ده له النبي وجاء من الأشاه يعني يعني كسب مية في المية مش في سنة عادة بيعملوا الحاجات في سنة لا في لحظات في دقائق كسب مية في المية الرسول اقر هذا لانه هذا غير الانتجارات الكبرى التي ينبغي ان تحدد فيها السلع حتى لا يستغل ازكياء الناس ضعفاءهم والناس الطيبين فيهم فاشترون السلع باضعاف ثمنها هناك حاجات وسلع ربما نادرة وقليلة ربما تتحدثون عن هذه المسألة لا لا انا اتحدث عن السلع اللي بتبيعها المولات الكبرى هنا في مولات في قطر حياة بلازا ولا الانديمارك ولا السيتي سنتر هذه بتبيع بالعشرات الملايين هذه لازم تحدد ويكسب عشر في المية ولا عشرين في المية يكفيه ماينفعش يكتب مية في المية زي صاحب الشاهد اللي بيع قدر محدودة أو هذه الأشياء الأخ بلال يسأل هل يحرم الاكتساب عن طريق الاحتراف في الأندية الرياضية الاندية الرياضية هو من يتفرغ فيها ويحترفها هل يعني يحرم الاكتساب من هذه المسألة من الاندية الرياضية نعم يكسب لاعب رياضي يتفرغ للعمل الرياضي لأن يكون لاعبا في كرة القدم أو غيرها هذه يعني لا مانع منها مدام يسلك الطريق الطبيعي يتدرب ويعمل وكذا والدولة محتاجة إلى ناس رياضيين بس المهم هو نيته هو ماذا يريد يعني لابد أنا عند قوة جسمانية اكتسبتها من الرياضة هل للمجتمع نصيب في هذه القوة يعني هل لو طلبني المجتمع للدفاع عن الأمة لقضية فلسطين لتحرير أرض الإسلام هل الأمة تجد عندي شيء أمنا بس يعني عايز بطل في كمال الأجسام وفي كذا والناس تهتف لي وتقول فلان وكذا لابد أن يكون يعني عنده يعني شيء يعني أن جسم الذي يقويه ده يكون يعني فيه للمجتمع نصيب في هذا الجسم يعني يشتغل يساهم في جمعية خيرية يساهم في أشياء يؤدي لهذا المال الذي يكسبه والآن بنسمع أرقام يعني خيالية بيع الرياضيين بالملايين وكذا تعفى إذا كان يكسب من الملايين دي يعني يدعى لله فيها شيئا الكسب أحد أسس التمدن كما ذكرتم مولانا هناك أيضا الصناعة هل هناك صناعات من هي عنها شرعا من ذكرت لك أني صناعة الخمر يعني الرسول لعنة في الخمر عشرة منها عاصرها ومعتصرها فعاصر الخمر هو دوع منوء من صناعة الخمر تربية الخنازير صناعة الأصنام أو التماثيل هذه أشياء وفيه صناعات يعني يكرهها الناس بيعتبروها أنا أقول لك مثلا واحد يشتغل حنوتي فيتمنى موت المسلمين كل ما يكسر الموت يعني مبسوط وعدها يقول لك السوائف الآن محدش بيموت يعني فبعض العلماء يعني كره مثل هذه الأشياء التي يعني فيها يتمنى الناس الشر للمسلمين والبعض يقول لك من قام بحقها وأدى واجبها وترك الشر فيها فلا شيء عليه الأخ عبد الله على النت يسأل هل هناك علاقة بين الحرمان من الرزق واقتراف المعاصي والذنوب هل هناك علاقة بين الحرمان من الرزق والكسب والذنوب والمعاصي الذي يرتكي نعم والقرآن الكريم قال ومن أعرض وربنا منذ أهبط آدم يعني وزوجه إلى الأرض وقال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة فذي معيشة الضنك من الابتعاد عن هدي الله ومنهج الله وهذا طبيعي لأن منهج الله هو يدعو الأمة أن تعمل وتعمل بانتظام وتحسن العمل وتبتعد عن أخلاقيات الغش والأشياء التي تقوم على الأنانية فطبيعي أن الأمة التي تأمل لازم تكون حياتها يعني حياة طيبة وذلك النبي والسلام قال إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه يصيب الذنب والله تعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الغلاء والضيق لهذه الأشياء بسبب ذنوب الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير مش حتى بحسبن على كل يعفو عن كثير ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دب يعفو عن أشياء كثيرة ولا يأخذهم بكل ظلمهم ولا بكل ما كسبوا فضي الدكتور ذكرتم في قواعد الحلال والحرام قاعدة أساسية يدور عليها الكسب يعني كيف يجعل المرء الكسب لنفسه لا عليه اللي بيكسب على نفسه هذا اللي يرتكب الآثام قال الله تعالى ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه إنما الكسب طلب الرزق بالطرق الحلال هذا هو المطلوب الإنسان المفروض يتحر الحلال ويبتعد عن الحرام بل مش حتى يبتعد عن الحرام يبتعد عن الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه يعني يبعد يعني حتى لا يقترب من الحرام فرقله تدر إلى بل حتى كان سيدنا عمر يقول إنا لندعو تسعة أعشار الحلال خشية الوقوع في الحرام يجعل بينه وبين الحرام مسافات فضي الدكتور ربما ونحن نسير في بعض الشوارع في بعض بلدان نجد رجالا نجد نساء يستطيعون العمل والكسب وهم يسألون الناس ما حكم التعامل مع هؤلاء الناس هل يجوز إعطاؤهم من ما أنعم الله عز وجل على الإنسان ما حكم ما حكم الكسب الذي يأخذونه الإسلام حينما جاء حث الأمة على العمل ونهاهم عن السؤال تعرف العرب كانوا يستسهلون أن الواحد يروح يسأل الأمير أو كذا ولا يعمل وخصوصا الأعمال اللي بيعتبروها أعمال دنيئة أو حقيرة نبعا السلام لهم لا ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان نبي ملك ملكا أطاه الله الملك والحكمة وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده كان ينصنع الدروع في الحرب يعني اعمل بغاة وقدر وعلمناه صنعة لبوش لكم فالواحد يعمل وقال لأن يأكد أحدكم حبله على ظهره فيأتي بحزمة من الحطب فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه يروح يشتغل ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الصدقة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ليس عندنا شيء من الصدقة ولكن ألا يوجد في بيتك شيء قال والله يا رسول الله ما عندي غير حلس نفترشه فرشة كده نفترشها وقعب إناء نشرب منه قال له ايتني بهما فرح جاب له الفرشة وقال للناس الصحابة الموجودين من يشتري هذين فواحد رسول الله قال أنا أشتريهما بدرهم قال من يزيد أصل مشروعي بيع المزاد من يزيد فواحد قال أنا أشتريهما بدرهمين قال له هات الدرهمين وقعدين قال للرجل خذ هذا الدرهم فاشتري به طعاما لأهلي وهذا الدرهم اشتري به قدوما وأتني به راح لواحد حدد اشتري بالدرهم ده قدوم والرسول وضع له خشبة إيد لهذا وقال له روح احتطب ولا أراينك إلا بعد خمسة عشر يوما فالرجل قال خمسة عشر يوما واجه وحالته غير مكان راح احتطب قال له روح احتطب يجيب حطب يعني من الأشجار والأغصان وإلمها من هنا وهناك ويبيعها للناس تدفقوا بها يستفيدوا منها فاشتروا باع وأصبح معه فلوس واشترى لنفسه حاجة يلبسها فالنعم السلام قال له أليس هذا خيرا من أن تأتي المسألة في وجه أحدكم يوم القيامة وليس في وجهه مزعة له إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة لفقر مدقع أو لغرم مفضع أو لدين موجع الفقر الشديد اللي يحلله يسأل الضرورة أو لغرم مفضع دين ثقيل ما محتاج إلى أن يسدده أو ذي دم موجع الدم يعني دية عليه دية والدية كانت مئة ناقة فمحتاج يسأل الناس ففيما عاد هذا يعني فإن صاحبها يسأل سحتا فالنبع الصلاة والسلام حلله المشكلة في حدود البيئة روح واحتطب ولم يسمح له يأخذ من الصدقة إلا بعد ما يجرب ما عنده وعنده شيء بسيط يبيعه وبعدين عاد إداله نصه للإنتاج ونصه للاستهلاك نصه هذا الطعام لأهلك ونصه حوله إلى داء وهكذا تحل المشكلة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضي الدكتور الأسئلة حول هذا الموضوع كثير جدا ربما نرحل بعضها إلى حلقة مفتوحة إن شاء الله عز وجل أشكركم في ختام هذه الحلقة مولانا فضي الدكتور العلامة يوسف القرضاوي على هذه الإفاضة الطيبة كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة نقول لكم تحيات معدل برنامج معتز الخطيب والمخرج منصور الطلافيح وسائل فريق العمل دمتم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة